في موضع آخر حددت مصالح ولاية تندوف جنوب غربيا الجزائر تاريخ نهاية أكتوبر المقبل كآخر أجل الاستلام المعبرين الحدوديين الجزائري والموريطاني مصطفى بن بولعيد وأكد ولي تندوف مصطفى دحو للصحافة المحلية عقب خرجة ميدانية قادته إلى النقطة الكيلومترية الرابطة بين تندوف والحدود الموريطانية بأن مشروع إنجاز المعبرين الحدوديين حدد لهم تاريخ نهاية شهر أكتوبر المقبل كآخر أجل لإتمام جميع الأشغال لسيما ما تعلق بالربط بجميع شبكات وحسب شرحات المقدمة للوفد من قبل القائمين على الإنجاز فقد تجاوزت نسبة الأشغال المتعلقة بإنجاز الشطر الجزائري من هذا المشروع 98% فيما قاربت نسبة إنجاز الشطر الموريطاني 97%